شنت قوة الاحتلال الاسرائيلي أربع غارات شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما بدأت قصفا مدفعيا على المنطقة أشارت مصادر محلية لوصول إصابات لمستشفى الكويت برفح جراء استهداف الاحتلال مناطق في جنوب قطاع غزة كما تم استهداف مجموعة من الصحفيين في منطقة نيراد برفح عبر طائرة مسيرة تابعة للاحتلال ترجمة نانسي قنقر